شكرا لمعلقنا المتميز دائما الكابتن محمد عفيفي بسنائية مقابل هدف يفوز شباب الأهلي على شباب الزمالك في قمة الأهلي والزمالك أحرز النادي للأهلي الهدف الأول في الدقيقة العاشرة اللاعب علي عمر من تمريرة طولية من هاني عمر ويضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له وللنادي الأهلي من عرضية ممتازة من أحمد سيد غريب أيضا اللاعب علي عمر يسجل الهدف الثاني له وللنادي الأهلي في الدقيقة الثانية عشر ويسجل لاعب الزمالك حسام أشرف الهدف الوحيد لنادي الزمالك في الدقيقة 63 من تمركز خاطئ من مدافعي النادي الأهلي لتنتهي نتيجة المباراة 2-1 للنادي الأهلي وبهذا الفوز يتقاسم النادي الأهلي الصدارة مع طلاع الجيش اللي تعادل منذ قليل مع الاتحاد السكنداري نروح لفاصل وبعد الفاصل للتحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سيد أهلا بحضراتكم من جديد كابتن حشيش يعني فوز مهم للعيب النادي الأهلي النهاردة علشان يرجع لصدارة الجدوى المسابقة والفعلا تحقق النهاردة بعد تعادل طلاع الجيش مع الاتحاد السكنداري وفوز النادي الأهلي النهاردة على الزمالك كان الفوز مهم جدا شفت اللقاء ازاي طبعا مكسب مهم جدا النادي الأهلي ببارك له طبعا بارك للجهاز واللعيبة بعد مرسهم كبير زي ما قلنا في البداية 11 منطقا فرق بين النادي الأهلي وطلع الجيش خلال الموسم كله ميجي النادي الأهلي يعني يدوس ويكمل ويقلل الفارق والنهاردة بعد تعادل الجيش مع الاتحاد أن هم يتساوق في النقاط وفاضل مباراتين ده في حد ذاته يتحسب طبعا للعيبة النادي الأهلي وروح طبعا النادي الأهلي لو هنتكلم على المباراة يعني المباراة النهاردة طبعا البداية اللي بدأها النادي الأهلي في الشوط الأولاني تقريبا زي ما لك بدأ الشوط الثاني نفس بداية النادي الأهلي حاولي ممكن تلت ساعة الأولانية في الشوط الثاني هادر يحرص طبعا في الديها تلتة وستين الهدف بتاع حسام أشرف وده طبعا يعني غلطة أو عدم تمركز صحة من الاتنين المساكين جلال وعمر بعد كده الزمالك تسيد الداي اللي بعدها طبعا بضوضع طبيعي بعد الهدف لغاية من النادي الأهلي يبتدى يفوق شوية ويحس بقى بالخطر أن الزمالك رجع للمباراة وده اللي احنا يمكن قلناه أنه ما كانش يجب النادي الأهلي أو اللعيبة يسمحه للزمالك أنه هو يحرز هدف لأن اثنين صفر أو ثلاث صفر بتقتل مطش اثنين واحد بتقرب تاني وبتدي أمل للفريق الخسران أنه هو يرجع الحقيقة الزمالك ضيع برضو كذا فرصة فيه برضو فرص ضيع من مهاجمين النادي الأهلي يعني التغييرات يمكن تغييرات ناد زمالك برضو عملت تأثير في نص الملعب ممكن احنا كنا عديد بنتفرج النادي الأهلي كان بيتمايز بالشوت الأولاني أحمد اللي هو الكرة التانية اختفت الشوت التاني بقى الزمالك في نص الملعب هو اللي بيخده الكرة التانية ويضغط على النادي الأهلي وبيد يبني هجمات النادي الأهلي يمكن كان فرصة كده على استحياء يمكن أخيرها الأخيرة بتاعت أحمد سيد غريب نما في مبنى المطش يعني طبعا المطشات دي ومطشات أهلي وزمالك وفي التوقيت ده بالتحديد النفاض الخلاص الأمطار الأخيرة من نهاية البطولة كان لازم أهم حاجة المكسب بيجي ساعات برضو على حساب الأداء يعني بنشكر طبعا اللعيبة وفوز زي ما قلنا مهم ان شاء الله بإذن الله يعملوا بقى خطوات تانية في الموراتين الفضلين دكتور سابت زي ما كابتن حشيش بقول كان المكسب النهاردة هو الأهم من الأداء علشان النادي الأهلي يرجع تاني لصدارة جدوى المسابقة الشوط التاني لعبة النادي الأهلي بدأوا عكس ما احنا توقعنا البداية القوية الزمالك أهو سيطر شوط تاني لكن ما فيش فرص حقيقة لنادي الزمالك كان معظم اللعب محصور في وسط المنط بس تأكيد يعني ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز النهاردة فوز مهم جدا نادي الأهلي بيعمل منتابة مهمة جدا انت الفرق كان 11 نقطة 11 نقطة من شهرين ما تقولش أبدا النادي الأهلي هيبقى في الصدارة من 11 نقطة ما بين النادي لازم نشيد بالكابتن محمد شرف والعليل كابتن محمد شرف بيقدم بصراحة يعني دور محترم جدا واحد ماسك الفرق والفرق 11 نقطة ما بين النادي الأهلي والجيش النهاردة بعد في خلال شهرين اللعب مع النادي الأهلي 12 مباراة بيتكاسم الصدارة مع طلاق الجيش حاليا طبعا بعد تعادل طلاق الجيش النهاردة كابتن محمد شرف ده الفوز العاشر لي مع النادي الأهلي منذ توليه المهمة من 12 لقاء لم يخسر أي مباراة الأهلي زي ما قلنا بيتكاسم الصدارة ولكن زي ما حدق قلت يا كابتن أسامة الفرق ما بين الشوط الأول والشوط الثاني الشوط الأول النادي الأهلي قدم أداء ممتاز سواء على مستوى الضغط العالي سواء على مستوى الاستحواز سواء على مستوى التحرك بدون كرة سواء على مستوى استحادية الكرة التانية وقدمنا شوط ممتاز الشوط الثاني غلب عليه الضغط العصبي السبب إيه؟ بسبب أن أنت بتلعب على بدأة خلاص عايز تحافظ على المكسب وبتفكر في البطولة طب بتفكر في البطولة الفرق نقطتين مع الجيش قبل المباراة الجيش النهاردة تعادل بتتقسم الصدارة فاللعيب عايز تحافظ على المكسب بدليل كمان الكابتن محمد شرف عمل تغييرة ممتازة في آخر المباراة بدفع حول طريقة اللعب عجبني بصراحة كابتن محمد شرف في تغيير طريقة اللعب أكتر من مرة يعني الأول بدأ بربعة اتنين ثلاثة واحد زي ما قلنا أحمد سيد عبد النبي وهاني عمرو جلال أحمد وكريم سعد الله وإحمد أشرف وزياد طاري وأحمد سيد غريب على الأطراف ومحمد فخري صنع ألعاب وعلي عمرو قدام طيب مع بداية الشوط الثاني راح مطلع أحمد أشرف قد يكون شايف أنه كان محتاج اللعيب برضو بيجدد بيعمل تجديد فسط الملعب بيدي حماس فنزل محمد نصير محمد نصير جوكر يعني ده راح محولها تانا اربعة اتنين ثلاثة واحد لما نزل كوكا راح لعب بكريم سعد الله جنب أحمد نبيل كوكا وقدامهم نصير أحسن أنا من وجه النظري من أحسن اللعيبة في المواطش جندي مجهول دور يعني ما تحسش يعني أنت لأ لما تركز في المواطش تلاقي أنه دور مهم جدا بلعب بروح لعيب راجل جدا يستخلص الكرة التانية بشكل ممتاز كمية جاري وورك ريت عالي جدا من كريم سعد الله برضو هو كابتب محمد شرف حولها اربعة اتنين ثلاثة واحد بوجود نصير قدام كريم سعد الله وكوكا ومحمد فخر راح ينيمين ونزل صالح نصر نحية الشمال وقدام مهاجم أحمد سيد غريب بعد كده في آخر الماتش خالص خلاص عايز يأمن المكسب راح لعب به ثلاثة مدافعين يوسف محمد جنب هاني عمر جنب نصير ثلاثة مدافعين بعد إصابة جلال فارس فتغييرات كابتن محمد شرف كانت الهدف منها التنشيط وفي نفس الوقت هو عايز يأمن يحافظ على المكسب عشان يحافظ على الصدارة وكيد ده مكسب مهم علشان النادي الأهلي يرجع مرة أخرى للمنافسة على صدارة هذه البطولة اللي دايما النادي الأهلي معتد انه ياخدها بطولة الشباب نروحلز منا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد لسه فاروق ما جلسش معنا طيب كابتن حشيش طيب نروحلز منا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد المباراة فضل يا فاروق إن جديد ده بجد التحية طبعا بالكابتن أسامة حسني وبضيوفه الكابتن ماصر كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ده ثابت كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب نهاية قمة بطولة الجمهورية للشباب ما بين الأهلي والزمالك فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بدفين مقابل هدف يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء الكابتن محمد شرف المدير الفني لفريق شباب النادي الأهلي كابتن محمد برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي مبروك النهاردة فوز غالي فوز مهم جدا لفريق النادي الأهلي في مشواره نحوها البطولة الحمد لله الحمد لله كرم من عند ربنا ويعني هو فيه تعب الفترة اللي فاتت كلها ربنا بيكفئنا النهاردة بنقرب فضل خطوة على مباراة الجيش مباراة طبعا صعبة أهلي وزمالك مهما نقول بقى الفرق هم تاسع احنا بننفس على البطولة فهو مطش أهلي وزمالك فرق الزمالك من أكتر الفرقة المحترمة اللي لعبتها فرقة فعلا محترمة وفرقة كويسة جدا مطش كنت عارف أنه صعب لكن احنا كنا متفقين نحن نحاول نخلص المشروط الأولان وقد كان يعني الحمد لله ربنا أكرمنا كرم كبير النهاردة وإن شاء الله بإذن الله بنقفر الصفحة بتاعت مطش الزمالك بقى أفرحها النهاردة نعرف أن مطش ده بيبقى غالع على العيبة وعلى جمهور الأهلي وجميع الأجواء بتاعته هي كانت مباراة صعبة الحمد لله خدنا التلاتة بونط اللي احنا عايزينه بنقفر الصفحة النهاردة ونفكر في مطش الجيش إن شاء الله اللي جاي على البطولة بإذن الله كابتن بحبت يعني النهاردة ننضر لون مكاسب متعددة بجانب التلاتة نقاط قبل المواجهة الفغاية الأهمية أمام فريق الجيش لكن النهاردة مكسب عودة أحمد نبيل كوكا وجود محمد فخري وجود نصير وجود زيادة طارق لكن مكسب النهاردة عودة أحمد نبيل كوكا للمشاركة من جديد طبعا يعني أنا من الحاجات اللي كانت مفرحاني إن أحمد نبيل عايز يبتدي المباراة من قبل من مبارح وإحنا بنحاول طبعا بقاله كتير غايب نصير كان مصاب صالح كان مصاب كل دول كانوا مصابين زياد عدم المشاركة برضو مأثر فخري لكن الحمد لله الفورمال اللي وصلوا لها أنا راضي عنها جدا العيبة بالقاتل العيبة اللي موجودة كمان المجموعة كلها بالقاتل يعني الفترة اللي فاتت يعني نتايج ولا أروع مطشين تعادل باقي كله مكسب إن شاء الله يكملوا وإن شاء الله مطشين اللي جايين مكسب ونوصل لإحنا عزيزي نحن ملناش علاقة بمين حيلعب مين ولا مين حيكسب مين إحنا رينا مطشين نخدهم نخد البطولة إن شاء الله كابتن محمد شرف الكابتن محمد حشيش والكابتن أسام حسني والدكتور حمد سابت اتكلموا في الستوديو التحليلي على الريمونتاد اللي عملها كابتن محمد شرف مع تولير القيادة الفنية وأنا وقفت عند نقطة مهمة أن كابتن محمد شرف بعد وجوده في أحد الأجهزة الفنية طبعا لحد أندية الدورة المتازقة المتازبة وقت ما النادي الأهلي نداله مرة تانية أن يكون موجود في قطاع النشئين ما إدارش أنه يرفض طلب النادي الأهلي أكيد طبعا يعني الواحد ما بيقولش أنه بيتو من فراغ أنا فعلا متربي في النادي وأنه عندي ثم سنين موجود في النادي عشت كلها جواهي النادي الأهلي ما خرقتش غير مرتين ثلاثة دورة متازم وإمبي والإنتاج الحربي لكن أنا تواجدي ومجرد أنه النادي بيطلبني في أي وقت على المشوار وفضل لنا خطوطين مهمين جدا للبطولة إن شاء الله الكابتن محمد شرف واحد من المدربين اللي مخسرش ولا ماتش قدام الزمالك واختفز بهذا الرقب الحمد لله طبعا فضل ونعمة من ربنا كله بفضل الله وبحيي كابتن حشيش وكابتن أسامة ودكتور رحمد يعني أنا سعيد جدا بالأجواء بتاعت المباراة واللعيبة طبعا حسة بالموضوع ده إنك بتتشاف على قناة الأهلي وماتش مهمة مع الزمالك إن شاء الله ربنا يكلل مجهودهم الفترة اللي فاتت وإن شاء الله أنا أخذ البطولة بإذن الله كرة كابتن محمد أنا بندبيلي بقى واحد من ولادك زياد الأول عايز تقوليلي زياد واحد من المواهب اللي دايما بنراهن عليها ومستقبل لنا ديلاه زياد طبعا يعني حظي إن أنا لحيته قبل مسيح فرية ألفين قايته كان لسه مدرست كرة صغير أنا فخور بيه جدا وفرحان بيه وإن شاء الله المستقبل لي بإذن الله ويحط رجليه إن شاء الله مع الفريق الأول لكن نحن عارفين إن طبعا في ضغوط من الفريق الأول والعيبة والفترة مبارات لكن الفترة دي هي اللي أولاد النادي إن شاء الله بياخده الفرصة وأنا عارف إن زياد أدها وحيكسر الدنيا إن شاء الله زياد كلام مهم من الكابتن محمد شرف وأنا عارف ماذا ارتباطك طبعا بالكابتن محمد شرف ومش عايز أنسى برضو واحد من المدربين اللي كان لي باصمة معاك الكابتن أحمد سراجو مدربين كتير مرت على فريق النادي الأهلي وفي قيادة الفنية زياد مبروك على الفوز ودي مسؤولية كبيرة جدا كلام المدربين عنه الحمد لله بشكر ربنا على المكسب النهاردة كان مكسب مهم جدا يخلينا إن شاء الله إننا في ساعة دوري هو الدوري لسه في المالعب يعني مخلص الحمد لله عن مكسب وبشكر طبعا كل المدربين اللي ساعدوني في إن إحنا نبقى هنا ويبقى لينا اسمه ونبقى في الفريق الأول فبشكرهم يعني زياد دايما زياد لي لمسات فنية ولمحات فنية وجمهور النادي الأهلي بيبقى عاد مستني اللمسة الفنية واللمحة الفنية وإحنا شوفنا حاجة كده من رمضان في رمضان يا زياد لمسة لمسة من لمسات زيادة الحمد لله والله ده بص كلنا بنتعب وابنكتهد فربنا بيكرمنا يعني فالحمد لله ده مجود الفرقة كلها يعني الحمد لله زياد الفوزي النهاردة بمسلكو إيه قبل المورة القادمة اللي هي في غاية الأهمية أمام فريق طلع الجيش بيدينا دفعة مهمة جدا وإننا احنا موجودين الدوري مخلصش ولسه بدر يعني إن شاء الله الدوري هنغضو الرسالة التي تقولها لكل جمهور النادي الأهلي واللعب النادي الأهلي قبل موجهة الجيش والمورة الأخيرة أمام الجونة احنا عايزين البطولة زياد أقول اللعب إن شاء الله احنا مركزين وإن شاء الله الدوري بتاعنا وكلنا بنتكلم في الموضوع ده وإن شاء الله الجمهور يبقى في ظهرنا وناخد البطولة اللعباتنا اللي موجودة في المغرب موتش الرجاء تقولوا ميه ربنا يكرمهم إن شاء الله ويرجعوا منتصرين إن شاء الله إن شاء الله حبيب استمرين معك يا كابتن أسامة وطبعا بديوفك الكرام أنا بنضم لي واحد من مستقبل للنادي الأهلي وإحنا دائما بنقول حراسة مرمى النادي الأهلي في خير جود محمد كابتن محمد الشناوي كابتن علي النطفي كابتن مصطفى شبير وحمز علاء وأيضا الحراسة للصعدين من قطاع النشئين في النادي الأهلي حمزة مرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وفوز مهم النهاردة فوز غالي فوز بيقربك أكتر من البطولة قبل مواجهة فريق الجيش في المبارة القادمة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على مكسب النهاردة مكسب مهم ضد ثرقة كبيرة نادي الزمالك نادي كبير طبعا ويحترم وليه التاريخ بتاعه يتكلم عنه هي ماتش كبير بصراحة واللعيبة بتاعتنا النهاردة كانت رجالة على قد المسئولية وإن شاء الله نقدر نفرع جمهور النهاردة اللي أهلي بالبطولة بعد المباراتين الجايين بإذن الله مصطفى شبير قبل المباراة بيكلمني يا بيتاب عايز تفرج على المباراة وعايز البس المباشر أنا عارف أنتوا دايما بتتكلموا عن بعض كلم معك النهاردة قالك إيه ونعارف أن مصطفى ألاقيكم أنتوا بكى حراس مرمى مميزة جدا في الندلان هو طبعا النهاردة الفرقة كانت مسحولة يعني في موضوع السفر ومسافرين من بدري وسيوم وكده فإحنا ما قدرناش نتكلم النهاردة بس هو مبرح جيت تمرين بتاعنا وهو مصطفى قفة أخويا يعني هي بعيدا عن عن كرة القدم وبعيدا عن أن إحنا بناء مع بعض الفريل أول بس سنة قفة يعتبر متربين مع بعض بنتمرين مع بعض من سنة 2010 ودي يعني أخوه أخوه هي أكبر مكورة يعني فهو طبعا الجيم بارح وتكلم معنا ودعمنا ودعمني أنا شخصيا وتكلم معاه شوية وحاجة أنا بشكره طبعا وبتمنى له هو وكابتن شناوي وكابتن علي لطفي التوفيق طبعا في مبارات الرجاء في المغرب وربنا يكريمهم بإذن الله ويرجعهم كابتن شرف وأنا عارف أن أنت واحد من ولاد الكابتن شرف شايف وجود الكابتن شرف في الفريق شبابي في النادي الأهلي والتأثير وماذا تأثيره معاكم والتوحد من اللعبين دائما يا حمزة اللي عارف كل التفاصيل مع الكابتن محمد شرف وأشت أجواء كتير جدا مع كابتن محمد شرف هو طبعا وجود كابتن شرف مش بس مع فريق شبابي وجود كابتن شرف في النادي الأهلي عموما حاجة إضافة كبيرة جدا للنادي وأي فرقة بيمسكها بيدفلها كتير كابتن شرف هو اللي مربيني في النادي الأهلي أنا أول ما بدأت ألعب في ملعب كبير كان مع كابتن شرف وأنا بصراحة ولي حق كبير قوي في حياتي في النادي الأهلي وأنا مقدرش لما بيكلمني أو حتى لما كان بره النادي كان بيكلمني وهو بصراحة الناس كلها بتحبه والناس كلها بتحترمه ربنا خليه لنا يعني شكرا حمزة وبالتفيق وإن شاء الله نبرك لكم على البطول بي باروقة بإذن الله إن شاء الله استمرين معك كابتن أسامة وطبعا نجم اللقاء الأول وصاحب الهدفين علي عمر واحد من مواب النادي الأهلي وبالمناسبة علي لعب موليد 2002 وابن من أبناء قطاع النشئين بالنادي الأهلي يعني من سنوات الأولى لي في قطاع النشئين في النادي الأهلي علي مرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي تحياتي كابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش طبعا عرفتك بتحب الكابتن حشيش دكتور أحمد سابت ومبروك النهاردة على الأداء مبروك على الفوز ومبروك على هدفين علي الحمد لله أنا يعني مش عارف طبعا يا فرحة غيري في فرحة بس إحنا لسه قدامنا مشوار إحنا لسه قدامنا ماتشين إن شاء الله مكسب في ماتشين ناخد الدوري ده ده تالي هدف إن إحنا بنسعى لي من أول الموسي يعني طبعا نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجة بس إحنا عندنا ماتشين ماتشين الجايين هم دول اللي يحسموا البطولة وإن شاء الله ربنا يوفقنا الحمد للعب مكسب والجونين إن شاء الله كابتن حشيش عارف علي عمرو عاش معاك أو أكتير جدا بحكم أن وجود كانت طبعا يوسف كان بلعب معاك في فريق لأفنو واثنين وتكلم عليك وأشاد بيك طبعا ما بين شوطان اللقاء وقبل اللقاء وقال أنت واحد من اللعبة المهمة جدا في مركز رأس الحربة في الندي علي كابتن حشيش معايا من يعني وانا عندي ست ساعة سنين قامل أكاديمية طبعا وزاي والدي ووجاري كمان فيعني مش عارف أقوله أنا بشكره جدا وبقوله على الهواء انت واحشني يا كابتن ونفس أشوفك والحمد للعب على الكلام الجميل ده وألف شكرة يا كابتن شفت لقطة بعد المباراة محفظة طلعت أنا عايزة أفهم اللقطة في محفظة طلعت وشفت ببصورة يعني الجماهير عايزة تعرف يعني إيه اللقطة دي علي وعايزة توضحها للجماهير لا هو لأي لقطة والله هو بس يعني ست والدة أمي بس هي لأي معايا صورة ليها يعني بتفاقل بيها قبل كل ماتش بقى ببصها بس يعني عشان عزيزة عليها جامد يعني ربنا يخليها لي إن شاء الله بنا يحفظها لك يا رب كده وتفرح بيك إن شاء الله بعد الماتش بقى كلمت حدي لسه بباك أنا عارف أباك أبيتفرج والله لسه أطلعتش من ملعب وأنا مش عايز أطلع عشان يعني انت فاهم بقى الأجواء هنا بتبقى عاملة إزاي الس الحمد لله طبعا والدي والدتي أنا بهدلهم الجن ده وبهدل أي حد بيتفرج علي يا ما يعني بس الحمد لله يعني وبهدل جنين لوالدي ووالدتي وإن شاء الله اللي جاي أحسن وإن شاء الله برضو ماتش التلائع نعمل فورمة حلوة بإذن الله والدور إن شاء الله لنا دايما الهدف في مرمى الزمالك غالي النهاردة علي انتو كلعبين انتو كلعبين بكتو بتكلموا عبا عافي السادقكم للمبارادي انتو دايما متمرسين في الفوزة على الزمالك يعني انتو حب من اللعبة اللي مخصر شوالا ماتش قدام الزمالك الحمد لله ما وبص والله هو حتى كلام كابتن شرف كلام كابتن خالد معانا هو طبعا ماتش مهم ماتش مهم بس ما ينفعش ان اللعيب يبقى نازل ماتش شدد نفسه يعني شدد نفسه وخايف والآن انت نادي أهلي وبعدين انت دوافعك أكبر منهم يعني ما احترام نادي الزمالك نادي كبير بس انت بتلعب بتلعب عببطولة انت بتلعب من اول يوم احنا اقلنا متأخرين بس الحمد لله احنا هو بالنفس عببطولة وببطولة قريبة احنا بالنفس عببطولة هو ده هي دي روح النادي الأهلي وبعدين امماتش على ملعبك ما ينفعش ان انت تبقى متوتر ما ينفعش ان انت تبقى مجدود انت بتنزل تلعب لعبك انت بتنزل تمتع الناس بتمتع نفسك بس الحمد لله والنتيجة دي بتاعت ربنا ده كلام كابتن شرف وكلام كابتن خالد معانا اليومين اللي فاتوا انزل متع نفسك انزل اعمل اللي عليك خليك راجل في الملعب والنتيجة دي بتاعت ربنا ربنا هيكرمك في الأكل كابتن رسامة دي كانت تغطيطنا ولقاءاتنا مع اللعبين والجهاز الفني عاقب نهاية لقاء القمة قمة الجولة 32 للدوري الجمهورية للشباب وفوز النادي الأهلي كالمعتاد على الزمالك بهدفين مقابل هدف طبعا امتداد لسلسلة انتصارات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة على قطاع النشئين في ند الزمالك فريق الألفون وسبعة اللي قدر يفوز اربعة رايح وا Shut up وأيضا فريق الألف وخمسة والنهاردة فريق الألفين واحد ان شاء الله فريق الألفين وستة في المواجهة القادمة أمام فريق الزمالك لكن فريق النادي الألفين واحد عنده مواجهة صعبة جدا أمام فريق الجيش هتقدر بنسبة كبيرة تحدد اتجاه البطولة اللي ان شاء الله يكون ليه نشئي النادي الأهلي أو شباب النادر أليه من جديد تعود الكلمة للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكرام بنشكر زمينا المتقلق دائما فاروق صلاح وبشكر برضو كل فريق العمل المتواجد من بدر جاس علشان ينقل لحضراتكم هذه المباراة نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين في التحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت أهلا بحضراتكم من جديد نروح نشوف بقى مع بعض لقطة المباراة في السواني الأخيرة كانت فرصة لنادي الزمالك بتصدى لها البديل يوسف محمد بدل لنزل بدل من أحمد سيد غريب دي كانت في اللحظات والسواني الأخيرة والنتيجة اثنين واحد للنادي الأهلي ويتصدى لحتى شايفين كل دكة المدالية في النادي الأهلي بيشجعه يوسف محمد بعد إنقاذ الهدف المحقق اللي كان لنادي الزمالك في السواني الأخيرة كانت كرة عرضية من ناحية اليمين لنادي الزمالك وقدر يخرجها في الوقت المناسب كرة صعبة جدا 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 رافع ليه يوسف محمد وأنا شايفها دي لقطة المباراة عايز أروح دكروري مخرجنا النهاردة عايز أشوف أهدف المباراة عايز أرجع للهدف الأول اللي أحرزه على عامل كابتن حشيش عايز أحل هدف الأول طبعا هي كرة طويلة من هاني عمر المساك والمساك في بعض الأحيان بيبقى مطلوب منه برضو لما يمسكوا كرة وحس إن فيه مساحة فاضية الأول إهدوا بقى علينا كده شوية عشان نقدر نحل هدف تحليل كويس البداية الهجمة من تحت علي عمر المدافع هو اللي أخذ الكرة عامل كرة طولية ممتازة طبعا لازم زي بقولك ده من أدوار المدافعين إنه هو برضو أحيانا لازم يلعب كرة طويلة لما حس إن فيه فرصة أو مساحة فاضية فاتلعبت وطبعا ده خطأ كبير جدا من المساك مع حرس المرمى ما كلموش بعض ده طبعا طالع والتاني مش شايفه خبطوا ببعض كور راحت سهلة طبعا لعلي أحرز منه الهدف كل سهولة يعني شايف برضو متابعة جيدة من علي عمر النهاردة أنه هو قير اللعبة أحمد سيد غنيب هو اللي جاي هو اللي جاي من تحت وهو مكمل مع اللي دي ميزة ده أسامة لرأس الحربة بص يا كابتن هنا إنه نهاز الفرص ودايما الفلو أهم أهم حاجة المفروض يتميز بيها المؤاجم إنه لازم يعمل فلو على كل كورة سواء بتاعته أو مش بتاعته أنا دي بص كورة متوقع إن حد المساك يحرس المرمى هتطلعها إنما هو عشان يفكر ويكمل إنها ممكن تعدي فده برضو زكاء من علي إنه قدر يعني يحرز هدف والهدف ده كان بداية فتح اللقاء خلي بالك كورة طولية شايف ثلاثة أحمر على اتنين أبيض الزبط كده الزيادة العددية لنادي الأهلي الزيادة الممتازة لديه الأفضلية لنادي الأهلي في شروط الأول عشان كده أنا بقول لك إن هاني عمر لما لقى في زيادة عددية على نادي الزمالك فكان ما كانش لسه يحضر من تحت لعب اللونج بس طويلة عشان ممكن يبقى فيه أفضلية للاعبة النادي الأهلي في وجود مساك واحد مع حرس المرمى ده كان الهدف الأول لنلاعب علي عمر للنادي الأهلي نشوف برضو الهدف الثاني لعلي عمر والهدف الثاني للنادي الأهلي ونحلله مع الدكتور أحمد سابت علي عمر كابتن أسامة بيوصل لهدف العاشر هذا الموسم واحد من المهاجمين ده الهدف معنا هنا محمد أشرف بيعمل الأوفرلاب مع أحمد سيد غريب أحمد أشرف بيحضر من تحت أحمد أشرف بيتقدم كمل ماشي كمل أحمد سيد غريب بيستلم محمد أشرف بيعمل الأوفرلاب في ظهره هنا في تحرك ممتاز بيخش الجوة أيوة من محمد أشرف وأحمد سيد غريب برضو بيخش الجوة طبعا بيخش الجوة بص بقى علي عمر فين كمل 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 كمان هنا تحضير للهجمة وتجميع اللاعب في زاوية واستحواز بقى هنا. واستحواز وتجميع اللعبة في زاوية عشان نحولها للجنب الثاني. زياد طارق. زياد طارق. حيلعبها برضه هو. المين لأحمد سيد غريب ثاني. بيجمع اللعبة ويودها النحية الثانية. أحمد سيد غريب بيأخذ ويهد على كورته. وبيستنى وقف قبل ما بس. وقف ثانية. بس ثانية وقف هنا. بص المساحة اللي ما بين المساك الشمال والباك الشمال عند نبي الزمالك. في عمين علي عمر. علي عمر بيستغل المساحة الكبيرة اللي ما بينهم دي وبيقطع فيها. أحمد سيد غريب برضه لعبها له. أحمد سيد غريب ليه دور في أسست الهدف الأول ودور في أسست الهدف الثاني. عمل اثنين أسست في المطش ده. صحيح. عنده إنكار ذات كويس جدا بصراحة أحمد سيد غريب ويتحرك برضه بشكل كويس. كمل ثانية واحدة. كمل كمل كمان. كمل. بس وقف. بص علي عمر فين. قطع في المساحة اللي ما بين المساك والباك. لأنصاف المساحات دي اللي بيستغلها. فعلى عمر مهاجم عنده حاسية الهداف. عنده السنس بتاع الهداف في التحرك ما بين المساك والباك. وبرضه مميز في ألعاب الراس. ألعاب الهوا. إزاي بتقطع. في الشكل ده مع إنه حسام عبد المجيد المساك ده بالعب في المنتخب الليلومبي بتاع الزمالك. وطويل القامة لا انت بتضحك عليهم وبتقطع ما بين المساك والباك وبتلعبها في الزاوية البعيدة وعجبني احمد سيد غريب احمد سيد غريب هو من هدف الدوري وهدف النادي الاهلي في الدوري ولكن النهاردة هو مستر أسست هو اللي عامل الاتنين أسست بتوع الهدف عنده بصراحة انكار ذات وعنده جماعية احمد سيد غريب عجبني برضو في الهدف علي عمد وهو انهال الهجمة بدماغه عايز اضيف حاجة اوسامة برضو خد بالك لو تلعبت تاني بالسرعة الطبيعية بتاعتها علي اخر نفسه سنة عشان ما يبقاش في الوفصايد يعني جيري وبعدين فرمل شوية بص بص خلي بالك لو تلعبت بس جيري وبعدين فرمل بص هتتلعب تاني بص بقى هو احمد سيد بص على علي هناك ربص وقف نفسه ازاي الخطوتين ضغط نفسه مع تحرك خسام عبد المهيد اللي هو المساك بتعز مالك بحيث ان هو معاش التسلل بس بتحرك بشكل كويس بعدين الحركة من اللعب من الحركة مش من السبات اللعب من الحركة ده له افضل يعني الروح صحي كمان وتحركه وسهل عليه كورة ضربة الراس احمد سيد غريب برضو لازم نديله حق وبصراحة عمل ليه دور في الهدف التاني اسسته والهدف الاول لو جبناه تاني الهدف الاول تحديدا لو واحد تاني كان ممكن يشوتها لكن احمد سيد غريب جماعي لما راح على الجون برضو جماعيته ان هو بظاهل علي عمر بظاهل اللعيب الفاضي جنبه اللي جاي من ورا كان ممكن واحد تاني يشوتها تخبط في الجون يعني لو جبنا الهدف الاول تاني هتلاقي ان هو ممكن واحد تاني كان شطها خبطت في الحارس خبطت في المدافع كمهاجم حاسية ممكن يكون اناني شوية لكن احمد سيد غريب عنده الجماعية عنده انكار الزات في الهدف التاني زي ما شفناه والهدف الاول هو اللي عملها والجماعية كمان في الهدف التاني ده شغل مدر نهارده انتقلت محمد شرف وبصمته لما احمد سيد غريب بيستلم الكرة الاستحواز والتجميع اللعب بتاع محمد اشرف عملية الاستحواز في وسط الملعب العرضية والتكملة الهجمية ده شغل مدر الربط ما بين انك تلعب على الاطراف وتحاول تطلع الباكليفت تعمل انك تطلع الباكليفت وتخش تربط مع راس الحربة فيه تواصل في الجملة نشوف بقى هدف الزمالك كمان الهدف الوحيد لنادي الزمالك فهذا اللي قال انتهى فوز النادي الاهلي علشان نصحح الاخطاء علشان المباراة القادمة المهمة لنادي لها كابتن حشيش دكتور احمد عايزين نشترك احنا الاتنين في الهدف نشوف الخطأ فين علشان نبدأ نصلح طبعا الخطأ من البداية بص على فخري بص فخري ما فيش ضغط تحس ان فيه تراجع بص كمان سايب الراجل بتاع بص كان لازم يكمل مع الراجل ده ما فيش ضغط ما فيش ضغط تحس ان احنا بدنيا الشوت التاني نزلنا شوية ده السبب في الضغط احنا كنا مميزين الشوت الاول في نوع من نوع الكسل وبعدين هنا طبعا ما تعديش كده من قدام جلال وطبعا عمر لسه جاي من ناحية تانية ان الكرة كان رايح في الاتجاه بتاعه ناحية الشمالي ناحية اليمين بتاع النادي الاهلي كرة جاي منها فهو بالتالي كان مايل لما تلعبت وتردت ملحقش يغطي على جلال وجلال الكرة دي كان لازم طبعا يبقى مخوف فيها احسن من كده يعني في نقطة انا شايف السلبية الوحيدة في ادايا النادي الاهلي النهاردة اللي لازم كابتن محمد شرف بقى يشتغل عليها قبل مباراة الجيش عندنا احنا بقالنا سبع مباراة بنخرج بدون شباك نظيفة فدي نقطة مهمة جدا لازم كابتن محمد شرف يشتغل عليها ان انا عندي بعض الاخطاء الدفاعية خاصة في العمق طبعا هو الراجل الله يكون فعونه بيلعب النهاردة محمد مغربي راح اتشيك النهاردة حمدي المساك الاساسي الاتنين البدئين مش موجودين فبيلعب يعتبر الاتنين اللي كان بدئ بهم الموسم او اللي بدأوا الموسم مش موجودين ولكن في بعض الاخطاء خاصة في العمق احنا برضو شفنا في الشوت الاول لانادي الزمالك راح بكزا انفراض من ناحية من العمق الدفاعي فلازم نشتغل علي الحتة دي وبرده في نفس الوقت يا احمد يعني انا شايف برضو الاهداف في النادي الاهلي بهدف النهاردة 37 هدف برضو عدد كبير لازم برضو يبقى فيه يعني تزبيت شوى في الناحية 37 هدف في 32 مطر من العجبك النهاردة كنت تحشيش في هذا اللقاء انا عجبني كريم سعد الله جدا ناعب وسط الملعب ولو انه يعني ناس كتيرة مش هتاخد بالها نامكن المتخصصين يقدروا يعرفوا الدور الكبير بتاعه ازاي بيقدر ياخدوا الكرة التانية ازاي بيقدر يملى نص الملعب وبيقدر يغطي على الطرفين البكين وقف قدام المساكين بشكل كويس قوي عارف حدوده وعارف امكانياته لان انا طبعا كريم ده 2002 وكان زميل ليوسف ابني كان معافنا الفريق فانا بتابعه من هو صغير هو عارف حدوده وده اهم حاجة بيلعب السهل بيلعب لقد امكانياته وقدراته عنده مجهود كبير جدا جدا وانا انا في رأيه من احسن لعبة الموجودة في الملعب النهاردة عايز برضه اروح للتغييرات النهاردة كابتن محمد شرف عمل محمد نصير نزل بدل من احمد اشرف احمد اشرف برضه عايزين يديله حقه الشوط الاول كان عامل استقواز وسيطر في خط وسط النادل اهلي نزل مكانه محمد نصير يا دكتور سابي هو يعني قد انا اشوف ان كابتن محمد شرف ممكن يقول ان كان محتاج يزود الجانب البدني شوية في وسط الملعب ممكن يكون احمد اشرف احمد اشرف الشوط التاني بدنيا بيقل شوية فحاب ينزل نصير يكون بدنيا اجهز دي وجهة نظر اعتقد ان ده كان فكره فبدأ ينزل محمد نصير مكانه في الديئة 45 بعد كده في الديئة 61 نزل صالح نصر مكان زياد طارق قالك انا عايز انا نشط عايز اعمل على الاجنحة بتاعتي انزل صالح نصر يعمل لي نوع من التنشيط بعد كده برضو نزل احمد كوكا مكان علي عمر علي عمر برضو واحد من نجوم المطش بصراحة احمد كوكا بينزل عمل ثلاثة بقى نصير وكريم سعد الله وكوكا في وسط الملعب عمل كسافة عددية اكثر انا كان في رأي احمد في الجزئية دي يعني لو حس ان احمد اشرف قل بدنيا شوية كان ممكن ينزل بدل فخري مثلا ديفندر تاني مع كريم ويزوق احمد اشرف قدام شوية لان احمد هو البليميكر الوحيد في الشوت الاولاني كل الخطورة كانت جامل كرته حلوة قوي فبدل ما كان عنده واجبات اضافية بالنسبة للديفندر لا كان نزل ديفندر صريح مع كريم وخصوصا ان انت متقدم ويلعب باحمد قدام شوية وخلي بالك النهاردة برضو فرصة جاهدة احمد نبيل كوكا بقاله فترة عودتهم للاصابة مع كباريخ مهمة جدا مباراة الشباب تبدأ تجاهز اللعيبة زي احمد نبيل كوكا اللي كنا شوفناه فترة طبعا ان شاء الله بدر بنون يرجع مرة تانية للنادي الاهلي ونشوفه في الملعب مرة اخرى فالنهاردة عودت احمد نبيل كوكا وانه يجاهز مع فريش شباب ده مكسب كبير صالح ناصر انه يبدأ ياخد فرصة ويلعب محمد فخر زياد طريق هما دول الشباب اللي حضراتكم شفتوهم في مباراة الرابطة وتألقوا وده من الفرق الكبيرة في الدورة الممتاز ففرصة النهاردة ان اللعيبة ترجع وتقول ان احنا موجودين مرة اخرى دكتور سابت برضو عايز اسألك على الظاهرين احمد سيد عبد النبي ومحمد اشرف شايف ان النهاردة اه عملوا مباراة جايدة احمد سيد عبد النبي تحديدا كان بيتقدم كتير بيعمل عرضيات مهاري بيروح كتير على بيعمل عرضيات كتيرة محمد اشرف برضو عمل كزا يعني الشوط التاني كان فيه اخطر كرة للنادي الاهلي لو قدرنا ان احنا نجيبها كانت في الديع 71 من عرضية محمد اشرف لأحمد نبيل كوكا اللي كانت جوه الستة الضربة السابتة دي برضو لو كانت عمل مع أحمد نبيل كوكا كان محمد اشرف يعني تعتبر له السيست ان هو صنع هدف بس محمد اشرف برضو على المستوى الهجومي يقدم مباراة كويسة اذا كان ممكن في التخطيئة العكسية في الهدف محتاج بس يزود حتة التخطيئة العكسية الملاحظة كمان يا اسامة في النهاردة ان موضوع التصويب يمكن شوفنا تصويبه من فخري صح واحدة بس وخصوصا كمان بقى محمد اشرف بيمتاز بموضوع التصويب رجله تقيلة قوي وجمدة قوي فكان ممكن نستفيد منه في الموضوع دا يعني لا مش دي دي في دياء 71 كانت بتاعت النادي الاهلي دي نقطة مهمة جدا كمانت محمد حشيش كالي معناها حتة التصويب احنا شوفنا في شوط لقى التصويب الوحيدة كانت لمحمد فخري وكانت ممكن نادل اهلي يسجل منها كمانت محمد حشيش من رجل مباراة النهاردة علي عمر علي عمر هدفين وكان كويس اول فترة اللي عملها مش الهدفين بس لو تلاحظ في تحركاته وبينزل كم حطة وبيسند على مع المدافعين وبيكمل واحرز هدفين فهدف حد ذاته او طبعا دكتور احمد رجل مباراة حدي علي عمر وكريم سعد الله الاتنين قدموا بصراحة ده كويس كريم سعد الله برضو جندي مجول في وسط الملعب بتحرك كتير عشان علي بس الهدف اجاب هدفين هو بتحرك بمتاز ومهاجم اكثر ممتاز وبرضو كريم سعد الله عمل سيطرة في وسط الملعب كتير عمل بيستعيد الكرة التانية بيعمل لك الاستحواز لدور كويس جدا في تأمين في الدفاع بشكل كويس فيستحق برضو واحد من نجوم المتش كريم سعد الله وعلي عمر وانا اتفق معاه كنتو الاتنين لعب علي عمر هو رجل المباراة علشان احرز هدفي فوز النادي الاهلي النهاردة على الزمان نروح لفاصل علشان نستقبل خبرنا التحكيم الكابت النصر عباس لكن قبل الفاصل هنشوف بعثة النادي الاهلي النهاردة على الافطار ونطمن كل جميع النادي الاهلي نروح نشوف بعثة النادي الاهلي وبعدها نطلع لفاصل عشان نستقبل خبرنا تحكيم الكابت النصر عباس اشتركوا في القناة 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 بيدي الفاول. حالة الثالثة. نشوف الحالة الثالثة اللي جاية وهنا بنشوف. خطأ هنا هو هنا مشى شوية وبعدين لما حاس ان الكرة هنا مش هتبقى تحت فرصة جيدة. رجع هنا الغندور وأشهر البطاقة الصفراء نتيجة التهور. وده كرار صحيح من أحمد الغندور ليه كابتن أسامة. أنا هنا دايماً ببحث عن الأفضل اللعب أفضل هنا اللعب أدينه الفاول ولا خلي اللعب يتواصل. هذه الحالة يعني طبعاً مش تحت فرصة جيدة هو رجع للمخالفة الأصلانية وده البطاقة الصفراء وبالتالي هنا كان قرار قرار صحيح. الحالة بعد كده. حالة دي حالة من الحالات المهمة جداً 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 كابتن أسامة وياريب بس نقف عندها شوية. يلا هنا راكلة مارمو خلاص راكلة مارمو. نقف من هنا داخل موطية الجزائي كابتن ثابت كابتن حشيش. لا يا من قد الأهلي نرجع هنا نرجع تاني. هنا القانون يقول لكابتن راكلة المرمى إيه كابتن ثابت. عند تنفيذ راكلة المرمى يجب أن يكون جميع المنافسين خارج. خارج بس معي من فضلك خليك بس لحظة أيوة التنفيذ بتاع راكلة المرمى بس نوقف بس هنا. بس هنا كابتن القانون بيقول إيه في راكلة المرمى. أن يجب أثناء التنفيذ يبقى جميع المنافسين خارج إيه منطية الجزائي. حتى تصبح الكرة فين في اللعب. إيه من تنزح الكرة في اللعب عندما تتحرك وتلعب بوضوح. يقول لي هنا إزاي الراجل الحكم سمح بيستمر لعب. يبقى اللعب الأهل هنا موجود داخل منطقة الجزائي. معي المفترض للقانون أن الحكم لا يسمح بوجود أو بتنفيذ الراكلة الراكنية عندما يكون أحد المنافسين داخل منطقة الجزائي. ولكن عندنا السناء جميل جدا جدا جدا. وده اللي أنا أعوز أوضحه لحضرتك. قال إيه عند التنفيذ. إذا كان هناك أحد المنافسين داخل منطقة الجزاء ليس له من الوقت أن هو يخرج كابتن أسانا. ما عنده فرصة أن هو يخرج خارج منطقة الجزاء. هنا على الحكم يسمح بيستمر لعب. وهو ده اللي عامل الغندور. تماعين كابتن أحمق سابت. بس هنا كابتن استفاد بقى من الغلط ده. كابتن هو هنا إيه؟ هو هنا الحارس نفذ مسرعة. نفذ وأنا كمنافس موجود داخل منطقة الجزاء. ما عنديش وقت آخر. بالتالي عندي الفرصة والإمكانية أنافس. وهنا ده اللي عامل الغندور. يعني لو أي حكم تاني كان ممكن يعيد تنفيذ الراكلة المرمى. ولكن السابت هنا هو ده القانون. أن هنا اللاعب الناد الأهلي. هنا سمح الحكم بأنه يتنافس. وده تبقى القانون قرار صحيح. يلا نروح للحالة إلى بعد كده. هذه الحالة من الحالات أيضا المهمة. ونشوف هنا. يمكن أنا بختلف مع أحمد هنا. منذكروني حتى كان بيكلمنا على الحالة ديته. وطبعا كان معايا فيها. يمكن هنا يا أحمد خد بالشكل كابتن أسام. دائما يقولوا الحكام متخدش بشكل اللعبة كتنسابت كتنحشيش. نشوف هنا المخالفة كانت أعلمية. هو كان بعيد عن اللعبة هنا. حتى كابتن نحمد غضور. أنا كلاعب أنا مدافع. أنا هروح فين. يعني أنا لم أرتكب مخالفة ثابت. أنا وقف في مكاني. ده أنت اللي جاي علي. ده أنت اللي جاي بتدفعني. وبالتالي هنا. وفي الكادر كمان الكابتن نحمد غضور مش ظاهر في الكادر. بالزبط هنا. كان بعيد عن اللعبة أخذها تقديرية. بالزبط أقول يا أحمد يمكن دي الحالة اللي إحنا يمكن بنختلف معك فيها هنا مخالفة. يجب أن تكون لي صالح النادي الأهلي وليس على النادي الأهلي. الحالة اللي بعد كده. شوف هنا أنا الأول هتكلم على تمركز الحاكم السابت. كابتن حشيش. طبعا. نقف بس قبل من حل هذه الحالة. حالة مهمة جدا. تمركز ممتاز. نشوف كمان إشارة الحاكم كابتن. هاتلي إشارة الحاكم من فضلك لو سمحت. نشوف هنا بيشاور بقول إيه. بيش مخالفة. خلي بالك ده بيدينا قناعات كمحلل وكأسامة وكحشيش وكثابت. أن هذا الحاكم واثق في قراره من غير ما شوف اللعبة لسه من حلناش اللعبة. ليه لأن تمركزه. 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 وقرأته. وزاوية رؤية الواضحة. صحيح. هاي دي بنقول على إيه؟ أنا مع قرار الحاكم من غير ما شوف اللعبة صحيح لأن ما يكون الحاكم في المكان والتوقع والقراءة الجيدة والزاوية اللي موجودة واضحة أنا النهاردة بمشي معاه في قراره خاصة في هذه الحالة اللي إحنا يمكن التصوير مش خادم فيها قوي قوي ولكن بمشي مع قرار الغندور لا توجد مخالفة داخل الصندوق. وبالتالي هنا بمشي مع قرار الغندور هنا يستمر اللعب والقرار كان قرار صحيح. نتيجة التمركز الجيد ولتيجة التوقع والقراءة الجيدة والزاوية الرؤية المفتوح حالة اللي جاية بعد كده هذه حالة من الحالات المهمة جدا جدا ونشوف هنا شلوك الدخول يا كابتن حشيش كابتن ثابت ممكن حنا دا نجادل فيها شوية ولكن أنا شايف فيها واستخدام كورة زائدة. نتكلم هنا على الرقبة منتكلم على الرأس في الرأس والدخول يعني أنا أقول له النهاردة يعني غندور أنت يمكن ما ديش فيها نظار. لا هنا يجب هنا على الأقل على الأقل ولكن بنقول ايه في هذه المباراة أقصى درجات التهور كان يجب في هذه الحالة اشهر البطاقة السفرة كابتن الثابت ولكن بشكل عام نجح لغندور في إدارة. فيها حاجتين علش فيها هل مش استخدام الرأس هنا مش استخدام الرأس بيبقى ألعاب خطر يعني لعبة خطر. أنا معاك بس هنا كان في تنافس على الكرة والكرة كانت موجودة كابتن حشيش يعني كان في نية اللعب. نية اللعب عن اللعب وبالتالي بنقول ايه على الأقل كان يجب إشهر البطاقة السفرة يا غندور في هذه الحالة اللي يمكن أنا اختلفت معاك فيها ولكن بشكل عام كابتن أداء الحكام النهاردة كان أداء جيد. ما عندهمش أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة وبالتالي بنكون تاني مبروك لي النادي الأهلي وإن شاء الله يعني يوفق في المباراة التلاعي اللي جايب إذن الله. فرصة كابتن ناصر وحضرتك موجود معنا. عايز أسأل عن طاقم التحكيم المباراة القادمة للأهلي والرجال المغربي السنغالي نداي والزنبي سيكازوي على الفار. تمام كابتن في تعيين هذا الطاقم التحكيم. الاتحاد الفريقي دايما كابتن سابت بيعول على هم سبع تمن حكام اللي هم مرايحين كاسعانا. ماجيتين ماجيتين نداي سيكازوي جانجاك نديلا باملك مصطفى غربار ردوان جيد. دول اللي شغالين الوقت كابتن كل مبارات اللي هي تصوات أفريقية أو دور الأبطال هم بيلعبوها. أنا في السرسلة اللي ماجيتي انت حاكم رايح كاسعالم. سيكازوي حاكم رايح كاسعالم. أعتقد فيش أفضل من أنك انت النهاردة تحافظ على تاريخك كحاكم. يبقى أنا النهاردة كحاكم بحافظ على تاريخي. لابد أن أنا حقك العدالة التحكمية في هذه المباراة كابتن. ليه؟ أنا لا أتأثر بدغوط الجمهور. لا أتأثر بدغوط اللاعبين داخل ميدان اللعب. لا أتأثر بالمنطقة الفنية. ليه؟ أنا دايماً أبحث يا سيبت على اسمك حاكم. هذه أفضل مباراة تثبت فيها يا نداي. تثبت فيها يا سيكازوي أن التحكم الأفريقي ماشي بشكل جيد. إحنا مش نقول غير إن إحنا نطلب العدالة التحكمية من الأهلي. ونطلب إن إحنا كلعيبة في ميدان اللعب. إن هما يبقى عندهم حماية آمنة داخل ميدان اللعب كابتن سابت. ده مش أكتر من كده. وبنقل بالتوفيق له نداي وبالتوفيق له سيكازوي في هزم برون. تمنى إن شاء الله تفوز بإذن الله لناد الأهلي بإذن الله. ويرجع بنتجة أجابية. إن شاء الله بنشكرك شكراً جزيلاً كابتن ناصر متعتنا كالعادة. شكراً كابتن إسلامة وسعيد جداً أنا معتدك النهاردة ومع كابتن حشيس وكابتن. وشك دائماً حلو معنا. وشك دائماً حلو معنا. مرات للأهلي والزمالي. إن شاء الله عباله يوم جمعة إن شاء الله بإذن الله. وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الفريق الأول. وزي ما كابتن ناصر قال يعني طاقم التحكيم إن شاء الله. يعني ده عنوان للقرأة الأفريقية التحكيم الأفريقي. من نتمنى يطلع بشكل أفضل ما يكون. نروح نشوف دلوقتي بعثة الناد الأهلي ونتطمن أكتر على بعثة الناد الأهلي الموجودة دلوقتي في كازابلانكا. وتحرك الفريق الأول للتدريب. كابتن حشيس دكتور سابت ده تحرك الفريق الأول بعد الإفطار منذ قليل. ده تحرك بعثة الناد الأهلي لأول تدريبة هناك في كازابلانكا. أنا بصراحة يعني ربنا يوفاهم مباراة بالتأكيد يعني مباراة صعبة. أعجبني كابتن سيد في تصريحه بعض الماتش أنه قال اللي خايف ما يجيش معنا. طبهم جداً دي رسالة بيبعثها للعيبة. أن يا جماعة ما ينفعش. أنت بصراحة إحنا فنياً أعلى بكتير من الرجاء. ككورة النادي الأهلي. إحنا كنا في المباراة وشفناها من الملعب. يعني ككورة النادي الأهلي أعلى بكتير في كل حاجة. كإمكانيات. أنت أعلى من فرقة الرجاء فنياً بكل شيء. لكن هم حريفة في تضيع الوقت. أنهم يعرفون أن أنت أعلى منهم فنياً. فأنت مهم جداً. أول عشرين ديئة من المباراة. كما قلت أن أنت لازم تستحوز على الكورة. لازم تبدأ بضغط عالي وتستحوز وتبين لهم وتفرض شخصيتك. أنت شخصية النادي الأهلي تبدأ بالضغط العالي يا سلام. لو من خلال هذا الضغط قدرت أن تجيب هدف مبكر. أعتقد أن أنت لازم برضو تلعب أن تجيب هدف. يعني أنت لازم خطتك الفنية والتكتكية أن أنت تجيب هدف. أي أن كان النتيجة لازم تجيب هدف هناك. لازم ترسم ده. ما ينفعش أن تروح تلعب بطريقة دفعية. أنت لازم تستغل الإمكانية. أنت لازم تستقبل هدف. وبعدها أبدأ أغير. صحيح. لا. أنا أرى أن النادي الأهلي يجب أن ينزل بشخصيته. شخصية النادي الأهلي يفرد شخصيته يلعب بأسلوب لعب والاستحواز والضغط العالي. سواء لعبت بثلاثة ارتكاز. سواء بدأت بديانج حمدي السلية أو لعبت باثنين بس. يعني سواء ثلاثة أو اثنين. ليس مهم طريقة اللعب. أقدم مهم أسلوب الضغط. ومهم أن أنت تفرد شخصيتك. ومهم أن أنت تستخدم سياسة الاستحواز. ليه؟ طول ما أنت بتستحوز. طول ما هم بيبس في نفسهم الفرقة دي أعلى مني. زي ما بهدلتني أو زي ما عملت علي جيم كويس جدا في مباراة الزهاب. هتتعبني في مباراة العودة. عشان كده مهم جدا تستحوز في أول عشرين دقيقة. مهم جدا تحاول تخطف هدف. هيسهلك كتير جدا. أول ربع ساعة وأول عشرين دقيقة. وده اللي نتمنى إن شاء الله أعتقد أن مستر بيتسو مسمياني في المباراة الكبيرة دايما بيبقى ظاهر. ودايما هو حتى الآن في المباراة الكبيرة تقريبا مخسرش مباراة كبيرة معنا في النادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي قادر. يعني الفرق دلوقتي بقى خلاص. بتقدر تجيب بره ملعبها بتقدر تستخدم. مفيش بره ومفيش جوه. خارج ملعبي وجوه ملعبها. وكمان وجود 35 ألف بس. حتى لو في خمسين ألف إحنا ما بنخافش لا من خمسين ولا من ستين. النادي الأهلي بيلعب في أي عدد من الجماعية. النقطة المهمة يا كابتن حشيش اللي تكلم فيها الدكتور سابت. وده أتمنى من العيدة النادي الأهلي إنها تعملها. إن أنا إزاي أدور على الهدف إن أنا أجيبه فيه شباك فريق الرجوع. إن أنا أجيب هدف ده هيديني أفضلية كبيرة في الملحب. بصة أسامة المباراة دي بصراحة عايزة إدارة. إدارة مباراة من البداية. والمباراة اللي زي دي كبيرة. اللي هي فيه نتيجة قبل كده في الشوط الأولاني. اللي هو مباراة القيارة. محتاج أن أنت تتأسم. مباراة تتأسم. دي لقطات وصول فرقة النادي الأهلي لملعب التدريب. أول تدريبة في كازا بلانك. تفضل كنت. زي مونا محتاجة إدارة كويسة. الحاجة التانية هسيبك تتكلمك. إحنا شايفين دلوقتي الاستقبال الرائع. الاستقبال الرائع من المسؤولين هناك في المغرب. والجماهير الأهلوية في المغرب. وجماهير الرجاء. ودي دايما العلاقات اللي احنا بنأكد عليها. ما بين مصر والمغرب. ما بين النادي الأهلي والرجاء. أو كل فرق المغرب. هي دي العلاقات اللي هتسود. ودايما هتدوم. العلاقات الحب والود. زي ما استقبلنا هنا فرقة وبعسة. الرجاء المغربي أفضل استقبال. برضو نفس الكلام هناك. بيستقبلوا بعسة النادي الأهلي أفضل استقبال. فضلك تحشيش. بمناسبة برضو كلمة اللي انت بتقولها دي طبعا. دلوقتي بقت الأمور سهلة غير زمان. زمان كان فيه شد عصبي. ما بين شمال طبعا إفريقيا كله. وفيه دربيات. دلوقتي من كتر المباراة أوسامي على النادي الأهلي. لسه كان في المغرب بيلعب مع الوداد. في تونس. فالمباراة راحة جاية. وفي فترات قريبة. فالناس خلاص يعني تعودت وتعلمت. وبقى فيه ثقافة الحياة للجماهير. قد نظر أن كل واحد طبعا من حقه نشجع فرقته. بدون أنه يتعدى على الفرقة التانية. زي ما قلت هرجع تاني للمباراة. عايزة إدارة. المباراة ده زي ما بنقول جيم. لازم يتقسم على حسب أهدافك. أنت الهدف الأولاني من المباراة. أنت ما تخلش فيك هدف. يعني أن الهدف حيدخلك في وضع تاني. فأنت أهم حاجة ما تخلش هدف. وبالتالي أهم فترة هي أول ربع ساعة أو تلت ساعة من المباراة. الفرقة التانية المفترض أنها تنزل بحماس كبير مع المؤذرة الجمهيرية. فأنت تمنع قصة أن يدخل فيك هدف. ما يدخلش فيك هدف بكذا حاجة. لها وضع. أنت تبقى مركز كواس قوي. المدافعين مركزين قوي. تعمل استحواز عشان تهبط الفرقة التانية. لأن أنت لما تعمل استحواز بالكورة. بتدي الفرقة التانية. أن أنت يعني امتلكت الكورة. وأن أنت ده يومك. فأنت لازم تقسم الغط ما عدي بس الوقت الأولاني. لازم تبقى حاطة في دماغك. أن أنت بعد كده لازم تضغط. لأن كل ما في الوقت بيعدي. الفرقة التانية. يعني بشدة عصابة. وعايز أقولك إن شمال إفريقيا كله. زي ما هم حريفة. في إضاعة الوقت. هم ما عندهمش برضو السبات الانفعالي. لما بيخرجوا عن شعورهم. لما نتيجة بتفلت شوية. لما بيبقى خلاص. لازم يجيب جون عشان يمش في الجيم. ويتأخر شوية الهدف ده. فبتدي له نوع من الربكة ممكن يبقى عنيف شوية. ممكن يبقى فيه تهور. تقدر أنت تستغله في هدف. الهدف بتاعك هناك. حيقتلك المباراة. لأن مطالب الفرقة التانية. إنها تحرز أكثر من هدف. فهي لازم المباراة تتقسم. وطبعا النادي الأهلي. مش غريبة عليه طبعا. زي ما أحمد قال. مش غريبة عليه موضوع أن نلعب وسط جمهير قد كده. عشرين مرة معظم اللعيبة يعني. وقابل المواقف. سواء مع النادي الأهلي هو المتخب. قابلت الكلام ده كتير. الهدف الأسمى. هو الوصول للدور اللي بعده. والحصول على البطولة. ده المفروض يدي الناس إحساس إن هم لازم من موت نفسهم يعني. إن شاء الله تمنى كل التوفيق لبيتسو موسيماني. يحط تشكيلة كويسة وتغييراته تكون موافقة. وأيضا لعب النادي الأهلي. نروح لزمننا محمد توفيق من المغرب. نطمن أكتر أيضا على بعثة النادي الأهلي. الكرام وكل مشاهدة متابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من جديد مع حضرتك. ومن دلوقتي من مركب العرب الزولي. وبالتحديد من حي المحمدية. في الدار البيضاء. وده أول تدريب لأن النادي الأهلي. اللي بيخده هنا بعد وصوله. يعني زهر اليوم. يمكن الفريق زي ما قلت حالك اليوم طويل جدا. لان نهارده بداية من الحضور لمطار القاهرة في الساعة صباحا. ومن بعده الطائرة في السامنة وكمان وصولهم هنا في. مدينة الدار البيضاء في السنة عشر ظهرا. بعد كده زي ما قلت الحالك. كاني الفطار فيهال 17 والربع بيتوقيت الدار البيضاء. التساع والربع بيتوقيت القاهرة. يمكن الموضوع ليساعد�י ما قلها في المرد. كده هبدا، احسن من بعد يكتحت الأقطifiers كده. عند حالك كلها كانت الساعة以ى 11 فريق. تحرك من فندق الأقامة لملعب التدريب هنا يمكن عاوز أقول لحضرك ملعب التدريب هنا أرضيته كويسة جدا إن شاء الله يساعد اللعبين على أداء ميرانهم الأول هنا في مدينة الدار البيضاء يمكن عاوز أقول لحضرك في إطار الأقاط الودية جدا ما بين النادي الأهل وأشقاه في كل الدول وخاصة الرجاء المغربي هنا في المملكة المغربية الشقيقة يمكن موفرين للنادي الأهل كل سبل الراح يمكن ملعب التدريب على أعلى مستوى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهل ورئيس البعثة والمرافق للبعثة في كل مكان موجود هنا في ملعب التدريب لمؤذرة اللعبين والوجود بجانبهم كمان دكتور محمد شوقي عوض مجلس دارة النادي الأهل وكابتن حسام غالي موجودين هنا لهم مؤذرة الفريق ومعهم خطوة بخطوة كل السبل والإمكانيات متاحة للنادي الأهل إن شاء الله يكلل كل هذه المجودات بتحقيق الفوز والرجوع من المغرب إن شاء الله بالصعود لدور قبل النهائي يعني زي ما أقول لحلاجة ده النهاردة هيكون أول تدريب للنادي الأهل إن شاء الله في أول يوم ليه هنا في الدار البيضاء يمكن كل اللاعبين الـ 25 المشاركين في القايمة موجودين بإذن الله في التدريب ما فيش بس باستثناء علي معلول هو اللي بيجري بعض يعني التدريبات التأهلية مع الجهاز الطبي هنا في الدار البيضاء بقيت اللاعبين بشكل أكثر من رائع إن شاء الله هيكونوا موجودين في الميران إن شاء الله هيكون برضو الميران غدا بإذن الله على نفس الملعب هنا مركب العرب الزولي بحي المحمدية في الدار البيضاء وإن شاء الله يعني آخر تدريب هيكون يوم الخميس هيكون إن شاء الله على نفس ملعب المباراة مركب محمد الخامس هنا في الدار البيضاء يعني تمانياتنا كلها بالتوفير للنادي الأهلي إن إن شاء الله يقدم مباراة كبيرة زي ما أولت حراك الأجواء هنا أكثر من رائع يمكن أجواء يشملها روح الود والإخاء ما بين الأشقاء هنا في المغرب ومصر زي ما قلت لحضراتك في المداخلة الأولى دوت طبعا في إطار المعاملة بالمثل اللي لقاها وفد الرجاء المغربي في القاهرة من النادي الأهلي كل الأجواء هنا إن شاء الله تقول إن احنا نشوف مباراة كبيرة ما بين أشقاء نتمنها إن شاء الله تنتهي بفوز النادي الأهلي والصلاة الدور القادم كمانك أسفلت أن أسامة تفضل نشكر زمينا محمد توفيه شكرا جزيلا نطمننا على بعثة النادي الأهلي وحطنا في الصورة أول بأول طيب والحمد لله كمان شايفين علي معلول يعني موجود بيجري بعض التدريبات العلاجية كل اللعبة موجودة في التدريب كل اللعبة يعني نبص على الوشوش نشوف فيه استعداد كبير فيه حماس فيه ثقة فيه استعداد إن شاء الله لمباراة مهمة مباراة ممكن تكتب في تاريخ اللعبة الجيل ده في النادي الأهلي النهاردة الجيل ده لو أخد البطولة دورة أبطالة أفريقيا للمرة التالتة على التوالي هيكون أول فريق في قرة أفريقيا ممكن يكتب تاريخ جديد فالنهاردة الجيل ده عنده هدف كبير نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق كابتن حشيش مباراة صعبة لكن مش مستحيلة نادي الأهلي كان فيه مباراة صعبة كتير قدر يتجاوزها قدر يكسبها قدر يطلع منها بالنتيجة اللي هو عايزها كانت قبل كده في البطولة التاسعة والعشرة شفنا الوداد شفنا ترجي شفنا سانداونس فرق كبيرة ونادي الأهلي قدر يعد منها امتراحها أسامة ومش مغلوب واحد صفر شايفين اللقطة دي كمان يا كابتن حشيش بدر بنون وهو يعني في تدريبات النادي الأهلي هو بيسلم على كل بعثة النادي الأهلي الإداريين العمال جهاز الطب اللاعبين بدر بنون واحد من العناصر الأساسية اللي بنتمنى إن شاء الله للشفاء العاجل ويرجع مرة تانية عنصر مهم جدا في دفاعات النادي الأهلي وهو دلوقتي قاعد في المغرب فبيزور بس النادي الأهلي بيسلم على كابتن محمود الخطيب على يعني كلمات ما بينه بس السويتر محسسنا إنه جامي داوم بقى عنده عضلات جامعة على الكابتن حسام غالي على الدكتور محمد فارق كتير في تدريبات النادي الأهلي بدر بنون بيحل المشكلة دي بصراحها يعني فوجوده فارق كتير يعني فالف سلام عليهم النهاردة رجع أحمد نبيل كوكا مضاعفات ما بعد كورونا برضو نتمنى إن شاء الله بشرة خير إن بدر بنون يرجع بإذن الله فالك ويس ومكسب النهاردة في حد ذاته برضو بشرة خير يعني عايز أقول لك أسامة المباراة أنت مش رايح خسران ولا رايح بتاعدي أنت برضو رايح كسبان يعني النادي الأهلي كسبان هنا ورايح فمش حاجة اسمها مستحيل وغير مستحيل ده مباراة كرة قدم ما بقتش بيفرق دلوقتي المباريات طبعا جوه وبرا بدر بنون وهو رايح لزميله اللاعبين هم الاجتماع قبل التدريب وهو يسلم على كل زميله اللاعبين والجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سامي ومصان بيتسو موسيماني ودعم مهم إن برضو يعني يقول لعب أن أنا موجود معاكو إحنا هنا أنا في المغرب لكن يعني قلبي دايما مع النادي الأهلي بدر بنون فكرني به نادي يوم ورا يوم ها الجاكت الجاكت عايزة أقول برضو حاجة نقطة مهمة جدا في مبارات الرجاء أنا شايف أن 50% من قوة الرجاء جمهور في المباراة دي و50% دربات ركنية أنت هتمنع إزاي قوة الجمهور أن أنت بتستحوز زي ما قلنا في أول عشرين دقيقة على الماتش بتستحوز على الكورة وبتفرض شخصيتك من أول دقيقة تحديدا في أول عشرين دقيقة أنت كده نوعا ما بتمتص الحماس بتاع الجمهور تخلي بالك جدا من الدربات الركنية وفي نقطة غياب مروان الهدهو دي نتيجة الطرد اللي هو المميز اللي نسجل أربع أهداف المدافع اللي هو طوله متر 92 سنط أو متر 93 غيابه هيفرق معهم في الدربات الركنية ولكن لازم نخلي بالنا من الدربات الركنية وبعدين الحارس المرمى كان عنده توفيق غير عادي أنا أنا شايف استحال أنه هيجيله التوفيق ده تاني أنا سالزنيتي طبعا حارس كويس وكل حاجة بس مرنته مع كبر السن ما عادش زي الأول حتى لما شوفنا الماتش في أول 15 دقيقة الكورة كاب بطوع من إيده كدير لكن هو التوفيق وغياب التوفيق عندنا العنصر ده تسبب فيه إنه غير عادي معه خلاه خلاه نجمل ماتش صد ضرب الجزاء وأكتر من كورة وبعدين أحيانا نيحمد برضو الجمهور الجامد قوي بيدي برضو نوع من السربعة للفريق صح بيعمل ضغط ما هو دي نقطة مهمة كابتن محمد الحديث بتتكلم فيها أن انت طول ما الوقت بيمر طول ما الضغط بيزيد عليهم عشان كده أول نص ساعة في الماتش ده أهم نص ساعة ليه؟ انت طول ما الوقت بيمر وصلت للدقيقة ستين والنتيجة سفر سفر الضغط بيزيد عليهم التركيز بيقل على فكرة احنا برضو كان عندنا كده احنا الجن جاي مننا في الجن اللي جا فينا جاي لو من بدايته رمي التماس صحيح فده دليل إن كان في غياب تركيز في دقيقة كام في آخر الشوت الأول الوقت اللي زي دي محتاجة تركيز طول التسعين دي صح صح زي ما كابتن حشيش قال ما ينفعش أن أنا يدخل فيها أهداف إن أنا ممكن أخطف بتلعب على التفاصيل الصغيرة أخطف هدف ده بيصعب اللقاء على فريق الهداف عشان النتيجة بتقول إيه؟ أنا لو مدخلش فيها هدف خلصت 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 عديت فهو أهم الهدف الرئيسي بتاعي اللي مدخلش فيها هدف بس لازم يكون عندنا سواء أحرصت أو ما أحرصتش يحمد يعني طبعا مش بقول إن ده يمنع أن انت يعني تهاجم وتضغط وتبقى عايز تحرص هدف إنك ما يجيش فيك هدف طول ما أنت الشباك نظيفة أنت ضامن إنك تعد الدولة بس أنت برضو تحاول تجيب هدف طبعا تكملها للكلام تسهل عليك إيه النقطة اللي دكتور سابت بيتسو موسيماني في نادي لهلي يخلي بالو منها في فريق الرجوع الضربات الركنية هو أفضل حاجة ضربات الركنية مهمة جدا تحديدا الركنية مهمين قوي النقطة الثانية هم بيلعبوا لعبة واحدة يا كابتن أسامي اتفرجنا عليها في مباراة الزهاب لايها التمريرو بيحضروا هم أسلوب لعبهم مباشر ما بيعملش استحواز هو بيلعب تمرير طولي في المساحة اللي في ظهر الباكليفت عندنا يعني لو نفتكر مباراة الصوبر الأفريقي الهدف جاي في المساحة الوارا علي معلول تمام الهدف برضو تلعبت في المساحة الوارا أيمن أشرف الهدف اللي جي فينا في المباراة دي تلعبت في المساحة اللي في وراء أيمن أشرف وتلعبت بالعرض كربونا من الهدف اللي جي فينا في مباراة الصور عارف أحمد عارف أوسامة أنا مشكلة النادي الأهلي في الفترات الأخيرة إحنا اللي بنعمل الخطورة على نفسنا بالباسات اللي ممكن تباصها في نص الملعب غلط كل الهجمات أو كل الأهداف اللي عن النادي الأهلي رجحها كده تلاقي باصها في نص الملعب غلط بتتقطع بتترد جول فعملية الميس باص اللي في نص الملعب دي أخطر حاجة لأن دي بيبقى الديفنسي لسه طالع ما فيش تمركز صح بتتقطع الكورة مع فرقة عندها مهارات أو بتوجد الاختراق ممكن تسبب حيرجع لهم كمان محمد النهيري الظهيري الأيمن المميز بلعب الدربات السابتة بيشوت من أماكن بعيدة لازم نخلي بالنا من محمد النهيري اللي هو المميز بلعب الدربات السابتة دي نقطة مهمة جدا ولكن زي ما قلت بحضارك هو فكرة أنه بيحضر وبيلعب اسلوب لعبه مباشر في المساحة اللي وراء أيمن أشرف أنت هنا الإجابة عند مستر بيتسو موسيماني هل أنا همنع التمرير الطولي ده من بادري يعني همنعه من عند الدفاع ومنع التحضير من بادري ولا هستنى وأخذ الكرة التانية آخر حاجة عايز أقولها بقى بنصح اللعيبة وبالذات نص الملعب الديفندرات مع خط الدفاع التهور في بعض الكور في المتش ده بالتحديد التهور ده ممكن كارت في كارت أو كارت مباشر وبالتحديد زي ما دكتور سابت قال التفاصيل الصغيرة مهمة جدا لو أيمن أشرف لعب لازم تاخد بالك يا أيمن من الحاجات دي ضربات الجزاء اللعب بعمف يعني ده أنا عارف أن أيمن بيعملها نتيجة حماس زايد عنده فدي في بعض الأحيان لازم يبقى فيه هدوء شوية بيتسو موسيماني زي ما كابتر حشي قال يا دكتور سابت نبدأ نسيب الكرة للفريق الرجاء في الأول ولا ممكن أضغط من الأول لا أنا وجهة نظري النهاردة برضو زي ما احنا عامين حساب لفريق الرجاء أكيد من يوم في المئة فريق الرجاء عاملة حساب برضو الفريق نادل أحد أنا وجهة نظري أن أنت لازم تضغط من الأول يعني سواء بدأت بأربعة تنين تلاتة واحد أو أربعة تلاتة تلاتة اللي لعبناها في الهلال السعودي اللي هي حمدي فاتحي وديانج والسولية مش تلاتة وراء تلاتة وراء برضو هتحطك تحت ضغط أكتر لكن أربعة تزق حمدي لقدام شوية حمدي بيحل لك مشكلة بناء الهجمة اللي هي موجودة بقالها تلات مطشط عندنا مشكلة شوية في تحضير الهجمة والاستحواز فبتحتاج حمدي فاتحي ما بين الاتنين المساكيني يحل لك المشكلة دي مع وجود عمر السولية وديانج مع استخدام الأطراف عندك بقى عبدالقادر عندك برسيتاو عندك حسين الشحات واحد من النجوم مطش الزهاب وهتدافك أهمي حاجة تلاتة بس الديفندرات ما يبقواش فلات لازم يبقى واحد وراء حمدي فاتحي والسولية وديانج لازم يكملون قدام لأنه هي دي سبب المشاكل اللي بتعزل الفراودة عن بقية الفرقة إن التلاتة الديفندرات فلات والجزء اللي قدامهم فاضي شايف برضو عودة صلاح محسن موجود في تدريبات النادي الأهلي رجع من الإصابة وصلاح محسن برضو من اللعيبة اللي قد سرعة وقتالف أهلا عندنا إهدار فرص كتير المتش اللي فات انت مضيع خمس فرص محققة انت عملت سبع فرص منهم خمسة ضاعوا خمس فرص محققة فانت عندك اللمسة الأخيرة الفينيش هو اللي ناقص التوفيق واللمسة الأخيرة لو اشتغلنا على ده الفرص الكتير اللي ضاعت في مباراة الزهاب نقدر إن احنا نسجل بيرسي تاو قد المباراة كويسة ممكن الناس تنتقدوا عشان الفرص اللي ضاعوا بس اللمسة الأخيرة يعني بيرسي تاو لو كان جابوا الكورة في الشوت الثاني سنسجلها كان خرج رجل المباراة أسسته هدف كذلك برضو هو ضيع كورة في الشوت الأول راح بها انفراط فبيتحرك بشكل كويس ولكن نقصوا اللمسة الأخيرة انت ورسيلي في الرجاء دكتور سابت إن الكورات السابتة هي أهم ما يميز فريق الرجاء طب مين من اللعبين اللي خلي بالو منهم بيتسو مستمالي أنا عجبني قوي يعني محسن متولي طبعا لعب خبرة كويس جدا بس الأكتر محمد زريدة اللي جاب فينا الهدف محمد زريدة لعب جوكر بيلعب فاكتر من مكان بيلعب وينج شمال وينج يمين بيبدل الأماكن وسعاد بيحوله كارتكاس ثالث هو بنسبة كبيرة تشكيل الرجاء المغرب هيبقى أربعة تلاتة تلاتة هو لعب زي ما نهى المباراة وبالتالي ما عندوش مساك يدخلوا أصلا غير إلياس الحداد اللي هو اللي لعب ناحية الشمال فبالتأكيد هيلعبنا أربعة تلاتة تلاتة بنسبة تسعة وتسعين في المية الرجاء هيقابل النادي الأهلي بالأربعة تلاتة تلاتة بوجود تلاتة ارتكاز وحيبقى قدام محمد زريدة محسن متولي حميد أحداد دول التلاتة اللي قدام محمد زريدة بشوفه هو الوحيد الأخطر هو الأخطر اللي عيب فيهم ليه لأنه دايماً بيبقى مش مترائب جاي من وراء زي ما جاء فينا الهدف العين كلها على محسن متولي اللي هو الخبرة اللي بلعب ناحية دايماً أشرف والعين على حميد أحداد اللي هو المهاجم ولكن اللي بيجي من وراء دايماً محمد زريدة فالعيب ممتاز والعيب مميز عودة محمد النهيري برضو هتخلي المدرب بتاعهم في حيرة رشيد التوصي ما بين عبدالله مدكور أبدأ بعبدالله مدكور كباكرايت ولا أبدأ بمحمد النهيري ما هو الاتنين كويسين عبدالله مدكور بس عبدالله مدكور أعتقد أن الخبرة هتروح للنهيري لأنه لعيب لعب في الوداد لعب في الرجاء لعب في الفتح السعودي عنده خبرات كبيرة أنت عارف يا أحمد أهم حاجة عندي في المبرات دي أن المبرات دي يعني ما تتلعبش برتم واحد التحكم في رتم الأداء ده مهم جداً جداً ده يا خبني السؤال دور كبات الكبات الموجودين دور الخبرات بقى محمد الشناوي عمر السلية وليد سليمان وليد سليمان لو كان خارج الخطوط وحتى لما نزل يعني ده ياخدنا الحتة مهمة جداً يعني عناصر الخبرة داخل الفريق بس قبل ما اتجاوب على السؤال ده نروح لمفاجأة حلوة بقى من المغرب بدر بنون مع زملنا محمد توفيق اتفضل توفيق سهلا خير كابتن وسامة بجد التحية لحضراتك وديفكراهم لكل مشاهدي في قناة النادي الأهل في كل مكان من جديد معاك أنا من مركب العرب الزولي بحي المحمدية بالضار البيضاء وزي ما حراك شايف يعني أول تمانين النادي الأهل هنا في المغرب يمكن أجواء أكثر من رائعة كحالة من التفاعل بين اللاعبين والجهاز الفني وكمان مجلس الإدارة المتواجد برئاسة كابتن محمود الخطيف وزي ما حراك قلت منفجأة كويسة جدا وحلو لكل جمال النادي الأهل بدر بنون يعني بدر برحب بك في البداية طمنا عليك وطمنا كل جمال النادي الأهل عليك الحمد لله والله والله الأمور ماشية كويسة وإن شاء الله عن قريب إن شاء الله أرجع للنادي أدفع لقميص النادي الأهل إن شاء الله بدر يمكن نشوفنا الأجواء في القهرمة بين الأهل والرجاء يعني أجواء بقى الأشقاء وكمان هنا الاستقبال في المغرب أكثر من رائعة أو أنت بقى موجود هنا في المغرب وخيري سفير يعني للمغرب مع عندنا في مصر يعني تكلمني بقى الأجواء وإنت أكيد يعني موجود في وسط الجمهور هنا وفي وسط الشارع هنا في المغرب يعني قل لنا وكل جمال النادي الأهل أجواء هنا ما هو الحمد لله أولا في علاقة كويسة بين الشعب المغриبي والشعب المصري وألف مرحبا بيكم في بلدكم الثاني مفيش فرق بين واحد مصري ولا مغريبي الحمد لله الأجواء كانت كويسة هناك في مصر الحمد لله دا دا طيبة بين شعبين كويسين لاتنين شمان ان شاء الله انا تبقى مبارا في كرة القدم بس ما فيش حاجات تانية ان شاء الله بمجرد دخلك الملعب يعني استيبالك سامراء من زملائك كلهم مشتئين لك طبعا وجودك معاهم كابتن محمود الخطيب كمان كان حريص على انه يلطيق معاك وكابتن موسماني كان ممكن استدعاك وكان فيه جلسة بخصة بينك وما بينه وكابتن سعب حفيز ايوه طبعا وهم بردو كلهم وحسيني والله لا لاعيبة ولا جهاز فني ولا بردو كابتن خطيب على طول كان بيسأل علي وبيطمن علي الحمد لله دا من اول يوم تصابت في النادي الالي كل الناس كانوا بيسألوا علي وبيدعموني ودايمن في تليفون بيني وبينهم الحمد لله انا كمان وحسني الملعب وحسني ألعب كورة وحسني بردو جمهور نادي الالي ان شاء الله عن قرية بارقع لكم ان شاء الله مستر موسيماني بقى كان حريص انه يا قد قلت سمعك كلا هو كابتن سعب حفيز داخل الملعب يعني اهم الكلام اللي تدور بكم كان فيه ما هو كان كلام على صحتك عملت ازاي دلوقتي وكان بيتطمن علي وان شاء الله ترجع لنا وكان بيدعمني برضو من ناحية الزينية الحمد لله وكان دايما برضو وكان بيتطمن علي على التليفون وكانت اسئلة حول صحتك والحمد لله الامر ماشية كويسة ان شاء الله رسالة بتوجههها لجمهور هنا في المغرب وكمان لجمهور النادي الاهلي يقول لهم ايه قبل مباراة الاحل ورجاي ما هي مبارس بين اخوة نخليها ان شاء الله مباراة في كرة القدم ويصيبونا من كل الحاجاتيين ليه كويسة ان شاء الله هيكسب وان شاء الله هيكون المكسب ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله شكرا بدر من تملك التوفيق وإن شاء الله ترجعنا بصورة ربنا يخليك حبيبي شكرا شكرا كابتن أسامة ده كان لقاءنا مع بدر بنون نجمة فع خط النادي الأهلي يعني نتمنى إن شاء الله كل التوفيق ويرجع سريعا ويكون في الملعب عايزنا لحلاك الأجواء هنا ممكن أجواء أكثر من رائعة حالة من التفاؤل ويعني المعنوات العالية ما بين اللاعبين والجهاز الفني التدريب زي ما حلاك شفت في لغطات كتيرة كانت معنا بيصير بشكل أكثر من رائعة زي ما قلت لحضرتك عن معلول يمكن بيواصل برنامج والتأهيل اتكلمت كمان مع دكتور رحمة أبو عبل قال لي طبعا فرص لحقب المباراة إن شاء الله كبيرة وبإذن الله يكون موجود مع الفريق ويكون أي 11 راجل إن شاء الله يلبس وتشيرت النادي الأهلي يكونوا قد المسئولية وإن شاء الله يعبره للنادي الأهلي بالدور نصف النهاية كابتن أسامة دي كانت كل أجواء نهينا الكلمة ليك تفضل بنشكرك توفيق شكرا جزيلا يعني حطتنا في الصورة وحطت كل جماهير النادي الأهلي في الصورة طميني على بعثة النادي الأهلي برضو بنشكر كل فريق العمل قناة الأهلي الموجود في كازابلانكا محمد توفيق وشاد عبد السلام وأحمد يحيان وأيضا بشكر كل فريق العمل اللي كان موجود النهاردة معانا في ملاعب الناشئين في مدينة نصر اللي نقلوا لحضراتكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بكده وصلنا لنهاية الاستوديو التحليلي بشكر ضيوف الكرام لكابتن محمد حشيش شرفتنا ونوارتنا شكرا أحسامة ومبروك على الفوض الناهرض وإن شاء الله فالخير إن شاء الله ما شجابت عن نادلة اليوم الجمعة إن شاء الله بشكر أيضا ضيفي المحال intermittent في قناة النادي الأهلي الدكتور أحمد سابت شرفتنا ونوارتنا شكرا كابتن أحسامة وسعيد بالتوجب معكم كابتن محمد ومبروك نهاردة للأهلي وعبل إن شاء الله يوم الجمعة وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وزي ما كان يوم النهاردة أهلاوي جميل في شباب النادي الأهل بالفوز على الزمالك وتقاسم الصدارع مع نادي طلاع الجيش إن شاء الله تفرح كل جماهير النادي الأهل يوم الجمعة القادم بالفوز على نادي الرجاء والصعود المباراة القبل النهائية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة